ويمكن أن نتحدث عن سبعين عام من العلاقات المصرية الألمانية وبنتكلم يمكن دلوقتي أنه تغير المناخ يعني هو ضيف وإن كان ثقيل لكنه ضيف رئيسي على كل طاولات المباحثات ما بين الرؤساء والقادة في العالم وأنه قضية تغير المناخ قضية بقت غاية في الأهمية لما شاهدناه مؤخرا من فائدانات وحرائق ما كانتش بتحدث في هذه البلدان لكن يمكن المختلف هذه المرة كمان بحضور رؤساء كبريات الشركات الصناعية اللي هم مسببين بشكل أساسي في التلوث طبعا ده بجانب رؤساء وقادة الدول مسألة التمويل المناخي هو ده اللي أنا عايز أبدأ به مع حضرتك لأنه ده المشكلة عدم الالتزام بوجبات الدول العشرين وعدم الوفاء بالتزاماتها في مسألة التغير المناخي يعني أولا أهلا بحضرتك وأهلا بكل سيدة المشاهدين بالتأكيد دعوة سيد الرئيس لحضور حوار بوترزبورج للمناخ في برلين أو في ألمانيا هو دعوة وتقدير للقيادة المصرية والدولة المصرية لما تقوم به في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول لحماية الكوكب لأنه بالمناسبة هذا الدور المصري مصري لعبته منذ عام 2015 في عام 2015 كانت المباحثات على أشدها بين مختلف دول العالم للتوصل وقتها لاتفاقية باريس للمناخ كانت في أكتوبر 2015 مصر وقتها كانت بتقود الجانب الأفريقي يعني مصر شاركت بفعالية في الصياغة الاتفاق الإطاري لاتفاقية باريس للمناخ عشرين خمستاشر واللي هدفه الوصول أو تقليل درجة حرارة الأرض عشرين تلاتين بنسبة درجة واحد ونصف درجة مقوية من 2015 وحتى الآن مصر لعب الدور كبير جدا جدا أولا بيئة تعريف بيئة ظلمة الواقع على ما يسمى بدول الجنوب وتحديدا في الدول الأفريقية والدول النامية لأن الدول الأفريقية تحديدا بتشارك في التلوث العالمي بنسبة 5% لكن واقع عليها وبتدفع تدعيات وارتدادات هذه الأزمة بنسبة كبيرة جدا اتفاقية باريس للمناخ وضعت إطار للتمويل حديك سألت عن التمويل ودون قطة مهمة جدا وضعت إطار للتمويل إن الدول الغنية بتؤدي 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحيث تساعدها على فكرة التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية الأرض وحماية المحيطات وغيرها طبعا دايما في المؤتمرات الدولية بيكون هناك يعني نوع من الوعود الكبيرة هناك الأمال الواسعة لكن ربما يكون على أرض الواقع الأداء أقل من هذا الأمر بكتير طبعا في السناتين بتوع كورونا تحديدا 2020 و2021 كان المبلغ المقدم للدول النامية أقل من هذا الأمر بكتير عشان كده مصر تتبنى في كل المنتدايات والمؤتمرات الدولية فكرة ضرورة أن تلتزم الدول الغنية تحديد الدول العشرين الغنية بدعم الدول الفقيرة طبعا مصر لها كمان استضافت مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم ومؤتمر بتارسبرج أحد المحطات المؤهلة أو قبل مؤتمر كوب 27 اللي هيكون في نوفمبر وبيؤخذ بهذه التوصيات اللي بتخرج من المؤتمر ده لأن الدول الحضرة دول صنعة للقرار صنعة للقرار وبتشارك طبعا في التلوث لكنها أيضا عندها إرادة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر اللي حصل مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية خلي كمان الدول اللي كان عندها نية أنها تتحول لطاقة الخضراء زي ما بيقولوا تتراجع عندها وترجع تستخدم الوقود الأحفوري وعندنا نموذك حتى ألمانيا يعني بالمناسبة مؤتمر بتارسبرج للمناخ ده بدأ سنة 2010 يعني ألمانيا من أوائل الدول اللي عندها إرادة صادقة صادقة وإرادة فعلا ونية صادقة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وبالمناسبة ده مش حتى في التصريحات الألمانية ده في السياسة الألمانية احنا لو شفنا لإتلاف الحاكم في ألمانيا حزب المؤتمر حزب التحادي الاشتراكي الألماني بقيادة المستشار شلتز الكتلة التانية والحزب التاني في الاتلاف حزب الخضر اللي هو بترأسه وزيرة الخارجية الألمانية الحالية إذن حزب الخضر أصبح كتلة رأسية في الحكم في ألمانيا أو في الاتلاف ده معبر عن إلى أي مدى دولة مثل ألمانيا هي الاقتصاد الأول في أوروبا الناتج القوم عندها 3.6 تريليون يورو سنويا بتهتم بقضية المناخ وحتى كانت دعوة مصر ودعوة الرئيس عبد الفتح السيسي في رئاسة مشتركة لهذا المؤتمر لكن أيضاً دعنا نتحدث عن عمق فيه العلاقة المصرية الألمانية سأحدا كي تكلمت عن 70 سنة من العلاقات المصرية الألمانية وتحديداً تعمقت هذه العلاقة في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي الرئيس عبد الفتح السيسي زارhi ألمانيا أول مرة في يونيو 2015 هذه الزيارة الخمسة الرئيس زارة ألمانيا في 2015 وفي 2017 وفي 2018 وفي 2019 وهذه الزيارة الخمسة المستشارة السابقة المستشارة ميركل زارت مصر مرتين في 2017 و2019 أثناء القمة الأوروبية العربية والتقى الرئيس السيسي مع المستشارة ميركل أكثر من مرة خارج الأراضي المصرية وخارج الأراضي الألمانية كان منها في 1 نوفمبر الذي فات في بمناسبة مؤتمر جلاسكو وكان برضو أيضا عن المناخ فالعلاقة المصرية الألمانية هي علاقة متشاعبة وبضغط كل المجالات